درن الجميلة، المدينة الحالمة على سفح الجبل، النائمة على شط البحر، درن مثوى الصحابة وبلاد الريحان والزهر بعد انتفاضتها ضد فلول تنظيم الدولة وتردهم من المدينة، تربصت بها ميليشيات الكرامة فكان العقاب الجماعي هو مكافأتهم على صانعهم وقامت هذه الميليشيات بتأمين انسحاب فلول التنظيم حتى وصلوا إلى سرد ليس هذا فحسب، بل ضيقت الخناق على أهالي المدينة وفرضت عليهم حصاراً محكمة وبدأت تسادف المدينة بالمدفعية الثقيلة، وطيران الذي لم يفتأ يحلق في سماء المدينة جرائم تلك الميليشيات يبدو أنها لم تشفي غليل زعماء الحرب على أهل المدينة وبعد العجز عن كسب أي معركة ضد درنة، استغاث مجرم الحرب حفتر برأس الانقلاب في مصر ليستقوي على بني جلدته ويقضي على ما تبقى من روح الثورة في شرق البلاد عسكر مصر، أعد حجاجهم للعدوان وانتظروا وقوع الاعتداء على الأقباط في المينيا ما يعرف بتنظيم الدولة، أعلن مسؤوليته على اعتداء المينيا الذي نفذه في وضح النهار على مرأة ومسمع من أجهزة استخبارات السيسي ورغم ذلك، ترى كل فاعل ينفذ عمليته وينجو بفعلته ولعل ما يثير استغراب أي عاقل هو اكتشافهم أن الفاعلين هم من أهل درنة وذلك بعد دقائق معدودة من تنفيذ العملية ضد الأقباط فإذا كانت الاستخبارات المصرية بهذه الكفاءة وتمكنت من كشف الجنات بهذه السرعة الفائقة وقصفت من وصفتهم بالإرهابيين في درنة في دقائق فكيف لم تتمكن من منع الهجوم؟ وهي الملمة بكامل خيوط الجريمة من البداية درنة التي تبعد 1253 كم عن مدينة المينيا المصرية لم يشفع لها بعد المسافة ولا الحصار المطبق عليها تدخل سافر في الشأن الليبي في ظل صمت مدقع من البرلمان المنحل وسقوط مدول لكل مخرجات صخيرات أمام انتهاك صريح لسيادة البلد يجعل الليبيين أمام اختبار حقيقي في ظل تهليل البعض للعدوان على أهل بلده ترجمة نانسي قنقر